الصورة دي لطفلة هي ممنع الشاشة عندها عشر سنين بتتكرر معاها أدوار البرد وبيطلع مع ارتفاع في الحرارة وبيطلع لها زي إيه من شايفين كده البقر دي حاجات في شفايفها وفي لسانها من جوه يا ترى دي تبقى إيه؟ يعني أنتم متوقعين ده ممكن يكون إيه؟ تيجي نقولهم يا دكتور نقول والمرة الجاي بها نعملهم امتحان المرة الجاية إن شاء الله طيب إحنا وده هيربس ده هيربس طبعا ممكن حد يقول لك ده من الحرارة لك ده مثلا دلتها جديري مائي لأنه يشبه الطفح الجلدي الموجود يشبه الجديري في ناس تقولك ده حاجة في المعدة وبتطلع مثلا هيقولك لك ده لوز وعملت كده الحرارة نفسها هي الفكرة إنه الفيروس الهيربس دوت ممكن يبقى عدوة حديثة وممكن يبقى عدوة من أثناء الولادة يعني ممكن الطفل دوت يجي له عدوة أثناء الولادة وتفضل الفيروس كامل سنين طويلة يظهر مع الاسترس أو مع التوتر أو مع الحرارة أو مع شد المذاكرة أو سن كبير شوية لو الطفل مثلا مريض مرض مزمن لقدر الله يظهر مثلا عنده مشاكل معينة نفسية التوتر أو التعب مرض ما يبدأ يظهر الشكل ده لكن طبعا فيه منه الشكل اللي هو اللي بقى فيه عدوة موجودة بمعارة فعل درجات الحرارة بتاخد من ثلاث لخمس أيام وممكن توصل لسبع أيام وبقى فيها التهابات عنيفة في اللثة وبيتغير ريحة البم والطفل بقى تقريبا مش قادر يبلع ريق من قطر الآلام اللي موجودة في اللثة ودي منتشر يمكن حتى في الفترة اللي احنا موجودين فيها دية دي معضية آه كله معضية يعني ده معضية لو تكرر كتير قوي بنشك ان الطفل ده يكون عنده نوعا نوعا نقص المنع وتكرر كتير لكن وجوده ممكن الطفل يحصل عدوة دي مرتين كتير دي نسبية دكتور معنا بقول حدك لو مرتين تلاتة في السنة ده مقبول لكن لو يعني فيه أطفال تيجي كل شهر يجيلوا التهاب الحل وبعدين التهابات في الليسة والفيروس ويضرب بقوا وده متكرر بالشكل دوت بنشك نكون فيه نقص نوعا نوعا نقص المنع بس هذا بنعمل فحوصات معينة عشان نتطمن وفي الغالب ممكن يبقى موجودة بنسبة كبيرة مش ممكن